موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع متابعي فضائية العراق التربوية وطلاب للعزاء طلاب الرابع الأدبي في درس جديد من دروس مادة التاريخ عزائي الطلبة تحدثنا بالدروس الماضية عن المؤسسات الإدارية واليام رح نكمل وإياكم بقية هاي المؤسسات ووصلنا إلى الحسبة الحسبة والمحتسب تعتبر من أهم وأرقى الأنظمة الإدارية بالإسلام وطبعا هنا شيء يتبعون بها يتبعون بها تعاليم الدين الإسلامي اللي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر نرجع هذا الكلام اللي تحدثنا به رح أراويكم إياه وراح أكبر هنا حتى يكون واضح عدكم ذكرنا إحنا بما يخص النظام الحسبة والمحتسب بالإسلام ذكرنا هو يعد من أرقى الأنظمة الإدارية المحلية اللي مرتبطة بيمن بالنظام القضائي وذكرت لكم هو أنشئة تبعا حسب تعاليم الدين الإسلامي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإهنان اللي يتولى الحسبة شيء صحولة هنا ممكن تجيك على شكل فراغات هاي المسميات اللي يتولى الحسبة أما يطلقون عليه المحتسب أو صاحب الحسبة أو متولي الحسبة أو ناظر الحسبة أو والي الحسبة والحسبة بالشريعة الإسلامية يعني شنو الحسبة بالشريعة الإسلامية شنو معناته؟ معناته إزالة منكر إذا ظهر فعله والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وهنان شي مثلنا نظام الحسبة نظام رقابي يتكامل وياما وهي النظام الاجتماعي والسياسي بالمجتمع الإسلامي المعروف هو هنا المعروف ما أمر الشرع بعمله والمنكر هو اللي نهى الشرع عن فعله الأمر احنا قلنا شنو بالمعروف والمنكر انه يبتعدون عنه المعروف يعني شنو اللي أمرنا الشرع انه نعمل به المنكر اللي نهاني الشرع عن انه نعمل به لكن وراها ورما طورت هنا الحضارة بالدولة والمجتمع هنا ظهرت بعض السلوكيات والعادات والأمور العرفية تخضع لتحسين الشرع وتقبيحها وما يخضع الشرع كان الشرع لها هنا اللاحظة بالنسبة للحسبة لكن اذا يجيك هنا نقول للحسبة الرقابية العامة والوظيفة في هذا المجال هي الفضل الأول يرجع لها زين هنا يجيك هنا ممكن يقول لك أول من احتسب منه و شا تقول أول من احتسب هو منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شون احتسب؟ كان يمر بالأسواق ويقول للناس من غشنا فليس منا يجيك سؤال أو يجيك فراغ أول من احتسب تقول هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شلون؟ كان يمر بالأسواق ويقول لهم للناس من غشنا فليس منا بعد ذلك بفترة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شو اعتبر هو؟ يعتبر أول من مارس الحسبة شلون؟ كان يستخدم الدرة أو الصوت حتى يعاقب بيها منه يعاقب بيها اللي يكونون مخالفين إله استمرت الحسبة أيضا وين؟ بالعصر الأموي وذول الأمويين السووا هذا النظام وين هاي المؤسسة الدارية؟ وين نقلوها؟ نقلوها إلى بلاد الأندلس وكانت تعتبر من أهم الوظائف الشرعية عندهم إذن الأمويين سووا ودوها البلاد الأندلس وتعتبر من أهم الوظائف اللي موجودة هنا زين بالعصر العباسي شنو صار؟ صارت بالعصر العباسي الوظيفة من الوظائف الثابتة الأركات بجميع أنحاء الدولة العربية الإسلامية زين هنا المحتسب شون يختاروا؟ المحتسب يختار من بين علماء الدين والعلم اللي يقدهم إلمان بأحكام الشريعة ويكونون شديدين بالحق وذوي الثقة والأمانة وربما أيضا يختارون ممئن من القضاة إذن المحتسب شون هنا يختاروا؟ يختاروا من بين علماء الدين والعلم وليعدهم إلمان بالشريعة اثنيا الشي يكونون شديدين بالحق وذوي الثقة والأمانة وراها قلت لكم ممكن أن يختاروهم من القضاة وممكن يضيفون لهم أعمال أخرى من هاي الأعمال الأخرى اللي يضيفوها في بعض الأحيان هي القاضي أو إلى الوالي أو يضيفوها إلى صاحب الشرطة المن يضيفوها قلت لكم في بعض الأحيان إلى القاضي أو الوالي أو صاحب الشرطة ومراته يجوز يجمع بين اثنين المحتسب الشون؟ بين نظر الحسبة ونظر الوقف طبعا هنا المحتسب كان يولي عنا مرات نواب وين يخليهم؟ يخليهم بالمدن والأقاليم التابعة إليه من اختصاصات المحتسب هو يلازم شي يسوي يراقب ما يتعلق بتأدية العبادات يا عبادات خاصة اللي هي صلاة الجمعة والمحافظة على الصلاة الجماعة وإداء الزكاة وردع أهل البدع ومراقبة الأسواق ومعاملة التجار للناس ومراقبة النقابات والحرفيين إذن من اختصاص المحتسب شي يسوي اختصاصة قلنا أولا يراقب ما يتعلق بتأدية العبادات خاصة مني تأدية صلاة الجمعة اثنيا شي يسوي المحافظة على صلاة الجماعة ثلاثة إداء الزكاة وردع أهل البدع أربعة شي يسوي يراقب الأسواق خامسا معاملة التجار للناس سادسا مراقبة النقابات والحرفيين هنا ممكن يجيك سؤال شي ضمن هذا السؤال يقول لك شن هي مؤهلات المحتسب اللي هي شروط القيام بالحسبة شن المؤهلات اللي لازم تكون موجودة بالمحتسب حتى يأخذ هذه الوظيفة أولا أن يكون المحتسب مسلم ليش مسلم السبب؟ لأنه الحسبة هي تهدف إلى إصلاح الناس وحماية الدين وفق منه طبعا وفق الشريعة الإسلامية اثنين أن يكون المحتسب عاقلا عادلا حتى يميز بين من؟ يميز بين الخير والشر والحلال والحرام ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر لأن الحسبة تقوم على شنو؟ تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أن يكون بصير بيمن بالأمور وعواقبها فلازم يعرف ما يترتب عليه من أمر واللي ينهي لازم ينهي وهنا هل يؤدي أمره ونهيه إلى المنكر أكبر فيحجمه؟ فهنا يدرأ السيئة الكبرى بيمن بالسكوت عن الصغرى؟ نرجع إذا يجينا سؤال يقول لك شنو مؤهلات المحتسب اللي لازم تتوفر بشروط اللي يأخذ هاي الوظيفة؟ تقول لك أولا لازم يكون هذا المحتسب مسلم السبب شنو قلنا؟ لأنه حتى ممكن يقول لك أنه تعليل ممكن يقول لك من الشروط اللي لازم يقوم بها وظيفة الحسبة أن يكون مسلما أنت شو تقول لي يعني مو أن تيجيك على شكل نقطة ممكن تيجيك تعليل تقول لي لأن الحسبة تهدف إلى إصلاح الناس وحماية الدين وفق الشريعة الإسلامية أثنين أن يكون المحتسب شبيع عاقل عادلا حتى يقدر يميز بين الخير والشر والحلال والحرام ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وبعد بصيرا بالأمور وعواقبها فيعرف هو ما يترتب على أمره ونهيه وهل يؤدي أمره ونهيه إلى منكر أكبر؟ فهنا يحجمه فيدرأه سيئة إذا كانت كبيرة يدرأها بالسكوت عن من؟ عن الصغرى هاي شنو كانت مؤهلات المحتسب إذن إحنا شنو ذكرنا؟ ذكرنا الحسبة قلنا هي من أهم النظم الإدارية وبينا أنه تقائمة على أساس الأمر المعروف وأنهي عن المنكر وذكرنا أنه طبعا المرات هنا يبدأ الخليفة إذا واحد أساء العمل مارت العقاب واستمرت قلنا بالعصر الأموي وهنا بدت الأموي نقلها إلى بلاد الأندلس واستمرت إلى العصر العباسي وبينا أن هنا وظيفة طبعا أصبحت بالعصر العباسي وظيفة ثابت وبعد ذكرنا أنه بالعصر العباسي يختاروهم أنه يكون عندهم أمانة وحكمة وثقة ولي عمرون بالحق ومرات قلت لكم يطيها إلى القاضي أو يطيها إلى الوالي أو يطيها إلى صاحب الشرطة ومرات يجمع عبين وظيفتين هي النظر بالحسبة ونظر الوقف وذكرنا من مؤهلات المحتسب وشروطة أن يكون المحتسب مسلما وأن يكون عاقلا وعادلا ويميز حتى الخير والشر وبعد ذكرنا يكون بصير بكل الأمور وعواقبها وقلنا لأنه هو يعمل على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل سننتقل إلى مؤسسة إدارية أخرى وهي الحجابة الحجابة مفردها حاجة يعني الشي يقصد به؟ يقصد به أنه هذا الشخص عمله أنه يحجب الناس عن من؟ عن الخليفة يحجب الناس عن الخليفة ومنعهم ما يخليهم يدخلون إلا إذا يكون الإذن أنه يدخلهم يعني شنو يكون هو همزة وصل بين الخليفة وبين الناس؟ إذن الحجابة شنو مفردها؟ حاجب يعني شنو حاجب؟ يقصد به مثلا يجيك تعريف الحاجب شو تقول له؟ هو الشخص اللي تكون مهمته الوقوف على باب الخليفة حتى يحجب الناس عنه ويمنع الدخول اللي طبعا ما يدخل أحد اللي يكون بإذن خاص يعني هو همزة توصل بين وين وبين من؟ بين الخليفة والناس وهو يقدم السفراء ويقدر يأذن لمن يريد يدخل للخليفة أو يمنعه هذا طبعا الحاجب هو عنده منصب كبير يشبه علم يشبه بالوقت الحاضر رئيس التشريفات ورسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بالمسجد النبوي اللي هو مقر الحكومة يستقبل بين ناس والوفود وأيضا كان مسكنه فيه حجرات أكو خاصة يسكن بيها بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب نفسه عن الناس من يكون بالمسجد ولا الخلفاء الراشدين ما عندهم كان حجات ولا يحجبون الناس عنهم ليش؟ لأنه تمتعوا بالبساطة وحسن العشرة عندهم للرعية فما يمنعون أحد يدخلون عليهم سواء كان بالليل أو بالنهار وكانت دائما أبوابهم هي مفتوحة للناس اللي يأذها حاجة ويحلون مشاكل الناس بشكل مباشر واللي يجوي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا على نفس الطريقة اللي سار بها ساروا عليها لكن بعدين هاي الوظيفة الحاجب اطورت شوكت بالعصر الأموي فهنانا الخليفة معاوية بن أبي سفيان خلل هاي الوظيفة مكانة مهمة فسوهنانا شو خلالها مهمة هنانا الوظيفة اتخذ النفسه حجابا يوقفون عليمن على بابه يمنعون الناس اللي يدخلون إليه اللي بيكون شنو هنانا إذن حتى يدخلوا للمن إلى المعاوية من مهمات الحاجب هي شنية؟ من مهمات الحاجب أنه يدخلون الناس على الخليفة مراعيا بذلك مقامهم وهمية أعمالهم وعدم إدخالهم إلا بإذن خاص لكن الخلفاء لأمون يستثنوا من هاي المراسيم طبعا ثلاث أشخاص صاحب البريد وصاحب الطعام وطارق الليل أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمن أن أتلقيكم في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر